اندلعت مواجهات بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله الحثيين في محافظتي الضالع وتعزة وسط وجنوب غربي اليمن وذلك بعد أيام من فشل الطرفين في التوافق على تمديد الهدنة في اليمن وأفاد مصدر عسكري يمني اليوم بأن مواجهات دارت الليلة الماضية بمختلف الأسلحة بين القوات اليمنية المشتركة وأنصار الله إثر هجمات شنها مقاتل الجماعة على مواقع عسكرية في قطاع باب غلق والجب والفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع وأضاف أن أنصار الله شنت خلال الهجوم قصفاً مدفعياً على مواقع للقوات المشتركة في بيتار والمشاريح شمال غربي الضالع وأكد تمكن القوات اليمنية المشتركة من صد هجمات أنصار الله مشيراً إلى وقوع قتل وجرح من الجانبين إثر المواجهات في سياق متصل في محافظة تعز جنوب غربي اليمن اندلعت مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في الجهة الجنوبية من مدينة تعز وقال مصدر في الجيش اليمني إن مجموعة تابعة لام أنصار الله نفذت محاولة تقدم باتجاه مواقع في قرية العريش الاستراتيجية في مديرية صبر الموادم جنوب مدينة تعز أعقبتها مواجهات بين الطرفين بمختلف الأسلحة وأشار إلى أن اشتباكات بين الجانبين دارت بالتزامن في الجبهتين الشمالية والشرقية لمدينة تعز على الصعيد الميداني أيضا أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين لجماعة أنصار الله في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على تويتر أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني أسقطت خلال 24 ساعة طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب التصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله يأتي بعد أيام من إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حانس جروندبرد يوم الأحد الماضي عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت ستة أشهر منذ مطلع أبريل نيسان الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن بينها العاصمة صنعاء فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في السادس والعشرين من مارس من 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة